توافق بدل التوقيع على اتفاق صيغة سايرت مخرجات اجتماع لجنة 6 زائد 6 المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات في ليبيا لتنتهي مباحثات استمرت لأسبوعين بفشل توقيع على إعلان روج له البلد المضيف القاضي بصياغة نهائية للقوانين المؤطرة للاستحقاقات المنتظرة اجتماعات لجنة 6 زائد 6 بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وهي تصابق الزمن للخروج من الانسداد السياسي عبر تأطير القانوني للانتخابات لا تزال تطارد التوافق الذي يقول بتوصل إليه البلد المضيف ودونه لاتفاق يوقع العمل مرضي جدا راعى جميع الأطراف قدم الممكن من التوافق ما بين كل الأطراف نحن أكثر من راضون بل فخورون بما توصلنا إليه بما توصلنا إليه لأجل البلاد ولأجل الشعب الليبي وما يهمون هو الشعب أن يقول كلمته وتعود الإرادة إلى الشعب الليبي عبر الانتخابات كانت خوارين توافقية ونتمنى أن تكون هذه خطوة مهمة نحو استقرار ليبيا ونحو الجراء انتخابات التشريعية والرئاسية إن شاء الله خلال هذه السنة بإذن الله أما الخلاف المخيم على اجتماعات لجنة 6 زائد 6 فلم يتجاوز بعد شروط الترشح العقبات الداخلية حالت دون تحريك الجمود أو اختراقه وتعلقت خلافات قوانين الانتخابات أساسا بترشح مزدوج الجنسية للرئاسة والعسكريين وراجت اقتراحات بتخلي ما يحمل جنسية أخرى عنها في حال تمكن من دخول الجولة الثانية للانتخابات إضافة إلى تداول مقترح يفيد برفع عدد أعضاء مجلس النواب إلى 290 على أن يتكون مجلس الشيوخ من 90 عضوا وتنظم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن